ضمن أنشطتها المصاحبة لليوم العالمي للحد من ظاهرة ختان الفتيات هيئة عدد من المتخصصين والمعنيين هذا المؤتمر تحت عنوان بالتعاون مع الرجال والفتيان ننضي قدما لتغيير الأعراف الاجتماعية لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث شارحين في الوقت ذاته تلك الأضرار التي تلاحق المختونات من النسوة طيلة حياتهن كمواجهة صعوبة أثناء الإنجاب وشعور بآلام أثناء عملية الختان فضلا عن فقدانهن لحياتهن مشددين على ضرورة معاقبة الفاعلين قانونيا واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية البنات من هذه الأضرار المرتكبة بحقهن كما قدمت أسئلة واستفسارات من قبل الحضور حول هذه القضية رد عليها المؤتمرون في عام 2012 آلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 فبراير اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث قرر البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أن يكون موضوع هذا العام وهو الشراكة مع الرجال والفتيات لتقييم القواعد الاجتماعية والجنسائية لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في هذا التاريخ أناشد بإسم الجمعية والسلطات الإدارية والعرفية والدينية وجميع الجهات الفاعلة أن تهتم أكثر بقضية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لإنقاذ جميع الفتيات وتحقيقا لهذه الغاية أدرجت الجمعية النسائية من أجل التضامن والتنمية ضمن أنشطتها ذات الأولوية لهذا العام مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لذلك تلتزم الجمعية بالتوعية ضد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في جميع دوائر العاصمة وجميع ولايات البلاد من خلال الأنشطة المختلفة لها